ثلاثية كراش ترجع لنا بشكل جديد ومطور عن قبل مين منها ما يعرف سلسلة كراش الأصلية والتي تعتبر من أفضل ألعاب اللي كانت موجودة على جهاز البلاي ستيشن الأول والحين ترجع لنا السلسلة بعد تصدار لها وتغيير شكلها بالكامل بحيث تتناسب مع ألعاب الجيل الحالي والميز فيها أنها جمعت الثلاث ألعاب كاملة في شريط واحد يعني يكون فيها كراش الأول وكراش الثاني والثالث وكل واحدة يكونوا لعبة كاملة واللي ما يعرف كراش هي عبارة لعبة منصات فيها تصميم مراحل مميزة ومستوى صعوبة ومتفاوت من السهل إلى الصعب وتناسب الجميع مهما يكون العمر لأنه تقدم فيها تحديات ممتعة وأيضا تجمعات مختلفة مثلا في مراحل لما توصل لمكان معين غير ما تموت فيه راح يمتح لك منصة سرية وهذه توديك إلى طريق أصعب من المعتاد وأيضا بعدما تخلص المرحلة تقدم تجرب تحدي الوقت بحيث تحاول توصل إلى آخر مرحلة بأسرع وقت ممكن وتكون فيه صنديق صفرة تأتيك وقت أكثر واللعبة فيها مراحل متنوعة وكل جزء يضيف خواص جديدة لها مثلا الجزء الثاني أضافه خاصية تزحلق الكراش وأيضا تقتل عب شخصية أخت كراش كوكو لغرض التنوية والمراحل يقتل في سلوبها بحيث بعضهم تكون الكاميرا خلف كراش وبعضهم تكون من الجانب والبعض تركب على حيوان الدب وتسوقه وفيها قتال زعماء ممتع ومتنوع وكل مرحلة لها طباح الخاص ولمساتها الفنية لعبة كراش إنسين ترولوجي متوفر الآن في فروع مكتبات جرير وموقع جرير دات كوم شكرا للمتابعة ومع السلامة